السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم أطفالي الأعزاء؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله أطفالي نبدأ درسنا لهذا اليوم المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني المادة لغتي الوحدة السابعة حيوانات موضوع الدرس تعلمت درسا أطفالي سأقرأ الدرس ونستخرج بعض التراكب اللغوية تعلمت درسا شاهد الغراب الصغير نسرا ينقض على غزال صغير ويطير به بعيدا استخرج من الجملة كلمتان منونة تنوين كسر الكلمة الأولى غزال أحسنتم صغير ممتاز فكر الغراب أن يقلد النسرة والآن نستخرج من الجملة كلمة كلمات تحوي حرفا مضعفا الكلمة الأولى فكر أحسنتم الحرف المضعف هو شدة وفتحة أو شدة وضمة أو شدة وكسرة أين الشدة هنا؟ على حرف الكاف شدة وفتحة أحسنتم يقلد أين الشدة هنا؟ على حرف اللام شدة وكسرة النسرة أين الشدة؟ على حرف النون أحسنتم شدة وفتحة حلق عالياً وانقض على دودة صغيرة وطار بها فرح الغراب كثيراً لكنه يريد أن يصطاد شيئاً أكبر نستخرج من الفقرة كلمات تحوي مداً بالألف الكلمة الأولى عالياً مد ألف عا مد ألف أحسنتم وأيضاً طار طا والألف مد ألف طا الكلمة الغراب الراء والألف راء يصطاد طا أحسنتم أحسنتم أهم التالي رأى ديكاً قرب الحضيرة فانقض عليه حاول الغراب الصغير أن يحمل الديكاً لكنه لم يستطع استخرجوا من الفقرة كلمات تحوي لام قمرية نتذكر بأن اللام القمرية تكتب ولا تنطق ماذا نضع فوق حرف اللام؟ سكون الكلمة الأولى اليوم أحسنتم الحضيرة الغراب الغراب ممتاز الغراب الديك فتجمعت الدجاجات وهجمنا على الغراب ينقرن جناحيه وقدميه هرب الغراب وهو يتألم لكنه تعلم درساً مفيداً والآن نستخرج من الفقرة كلمتان تحوي لام شمسية اللام الشمسية ماذا؟ تكتب ولا تنطق وماذا يوجد بعد الحرف الذي يأتي بعد حرف اللام ماذا يوجد فوقه؟ أحسنتم شدة الكلمة الأولى الديك وأيضاً الدجاجات وإذن كلمات لام شمسية ما الفرق بين النسر والغراب؟ الصورة هنا طائر النسر والطائر الآخر أحسنتم الغراب بين النسر والغراب فكروا معي أطفال ممتاز النسر أكبر من الغراب وأيضاً أحسنتم النسر له مخالب قوية يستطيع أن يمسك بفريسته ويحلق بها عالياً إذن أطفال النسر له مخالب قوية يستطيع أن يمسك بها فريسته مهما كان حجمها يمسك بفريسته مهما كان حجمها خروف أو غزال أو ديك ويحلق بها عالياً أما الغراب فليس له مخالب لكن ليست قوية كقوة مخالب النسر ولا يستطيع أن يحلق لمسافة مرتفعة هذا هو الفرق بين النسر والغراب قال ماذا تعلمنا من هذا الدرس؟ ممتاز يا أطفال تعلمنا بأن لا نقلد الآخرين ونرضى بقدراتنا التي وهبها الله لنا والآن أحبائي الواجب المطلوب صفحة 165 أكمل الجملة بالكلمة المناسبة الجملة الأولى النسر على الغزال ما هي الكلمة المناسبة لها؟ ينقض أم يطير أم يأكل نأتي إلى الجملة الثانية الغراب عالياً الكلمة المناسبة لها هل هي ضحكة؟ أم نام أم حلق؟ والآن يا أطفال أريد أن أشكر أطفالي الذين شاركوا وأنجزوا واجباتهم بشكل جميل نبدأ بريان بركة أحسنت يا بطل بارك الله فيك رائع يا عبد الله بارك الله فيك زيد علام سلمت يدك يا بطل جوهر الاعتابي أحسنتي رائعة فيصل الشريف سالم سلطان بارك الله فيك يا بطل سلم الثبيتي رائع وأيضاً وأيضاً نور العنزي إلى أطفال الأعزاء أتذكركم أين أنتم؟ اشتقت إليكم وأنتظر مشاركاتكم وإنجازاتكم وواجباتكم الجميلة أحبكم كثيراً وداعاً وإلى اللقاء شكراً